السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكن القمر ما زال موجود في فترة قلوه المسار فنذكر الحلقة كأن تسمعها منتصف الليل هي توقعات الغد يعني توقعات يوم الأربعة عشان يكي نتحدث عن القمر أنها بد ينهي قلوه المسار وبد ينتقل لبرج الحوت خلال هذا اليوم رغم أنه ما زال هو موجود الآن موعد بث الحلقة في برج الدلو ونحن في فترة قلوه المسار خلوه المسار هذا بدأ ساعة 12 و38 دقيقة من ظهر اليوم اللي هو يوم بث الحلقة اللي هو الثلاثاء ورح يستمر بعد منتصف الليل بـ 18 دقيقة يعني اليوم الأربعة إما بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيتش بـ 18 دقيقة يعني بتوقيت الأردو بنزيد ثلاث ساعات الساعة الثلاثة وثمانتاشر دقيقة فجراً من فجر الأربعاء القمر بيكون انتقل واستقر في برج الحوت هذا بيعني أنه الفترة المذكورة اللي هي اللي ما زالت موجودة هي فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو قطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المساء بالنسبة للقمر زي ما حكينا هو رح ينتقل الحوت ورح يظل في الحوت لها الساعة 12 و 17 دقيقة بعد منتصف ليل يوم الجمعة بتوقيت جرينيتش لا ينتقل لبرج الحمل القمر موجود في منزلة المقدم وهي منزلة للخير والثبات والسلامة والمحبة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 9 و 9 دقائق صباحاً من صباح اليوم الأربعاء لينتقل القمر بعديها لمنزلة المؤخر وهي منزلة للربح والعلاج والإتلاف والتفريق والضرر طبعاً القمر بما إنه موجود في برج الحوت اليوم فعشان هيك اليوم التركيز على الروحانية أو على المشاعر أو على العواطف ككل فعشان هيك اليوم نلاقي الجانب الروحي في حياتنا بكون مهيمن بشكل أكبر بنشعر بعدم القدرة على التركيز على موضوع معين بنشكو وبنكشف عن مشاكلنا للآخرين ونجد صعوبة في اتخاذ قرارات في حياتنا البعض ممكن يتهرب من المسئولية أو من المواجهة أو الالتزام في بعض الأمور كثير من الأشخاص الخاسرين أو الفاشلين أو اللي بيعانوا من مشاكل في الحب بيديروا ظهورهم هيك وممكن يبكوا أو يذرفوا الدموع أو حتى ما يواجهوا بالإضافة لذلك بيتغيب عدد كبير من العمال أو من الأشخاص العاملين عن العمل بسبب المرض أو التهرب من العمل بسبب الملل أو الإحباط أو عدم الرغبة في ذلك في هذا الوقت ممكن بعض الأشخاص يبدأوا بعلاقة حب جديدة أو يقعوا بحب جديد يمكنك التأمل الصلاة العبادي أو الأعمال الروحانية في هذا اليوم والمشاركة في أي مجال من المجالات الفنية مثل الشعر والرسم والتصوير وزيارة برضو المرضى له الأمور الإنسانية برضو بإمكان كل يوم شراء كاميرا أو معدات فنية أو البدء بعمل فني مثلا بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية اليوم رح نذكرها هي زاوية بطيئة اليوم رح تبدأ تأثيراتها وهي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين عطارد وبين أورانوس هذه الزاوية تبدأ اليوم 27 تسعة ورح يستمر تأثيراتها ليوم 13 ذروتها يوم 39 الساعة 4 و55 دقيقة عصرا هذه الزاوية زاوية إيجابية رغم أنه شوي هيك بعض الأمور يعني هيك بتكون تعطي أمل وفسحة كبيرة للمفاجآت فمننشط اليوم فمنباشر بأكثر من مسعى في أكثر من اتجاه في نفس الوقت يعني في هاي الفترة في نشاط عالي جدا بإمكاننا تعزيز قدراتنا العقلية فبتسهل علينا هاي الفترة حل وفهم مسائل علمية ما كان من السهل أن نفهمها بالفترة الماضية منشعر بالثقة وبقوة الحدث الموجودة لدينا تمنحنا ذكاء خيالي خيال واسع ومبتكر وقدرة كبيرة على إقناع الآخرين لكن ما ممكن شوي هيك يضر التركيز لأنه من كثرة النشاط بيصير فيه نوع من أنواع التشتت بتزيد من ميلنا للسينما التلفزي لكل ما إلو علاقة بالتكنولوجيا والكهرباء والاتصالات والمواصلات من ميل لتقوية حدثنا وبتساعدنا على حل الأوضاع المعقدة بتجلبنا دعوات وعروض لأمور إلها علاقة بالسفر أما بالنسبة لدوليا فهي بتدل على توجه الصحافة ووسائل الإعلام للإشادة بما ينعم به البلد من حريات فردية وتقدم تكنولوجيا في ميادين الاتصالات والمواصلات وخصوصا الجوية أو الصناعات الدقيقة وبتشهد هذه الفترة زيادة بالمبادلات التجارية والرحلات الجوية الأجواء جيدة ولكن ممكن يكون فيه هيك يعني زي بو كبير هيك يعني أمر صحفي يظهر على الساحة ما بيكون متوقعة أو إعلامي مثلا بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية رح تكون بين القمر وبين زحل هذه الزاوية رح تكون ذروتها الساعة ثلاثة صباحا بتوقيت جرينيج فمن واجه مصاعب وعرقيل بتطلب مننا أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضود بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجوا للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين المشتري هذه الزاوية رح تكون ذروتها ساعة 11.45 دقيقة مساءا بتوقيت جرينيج منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعد الناس اللي حوالينا قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بتمنحنا العطف والمودة ومنح ضب الشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كما أنها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ بتمنحنا تقدير رؤسائنا أيضا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عنا القدمان وأصابع القدم الغد النقامية الغد الصنوبرية الهرمون الإندورفين اللي هو الهرمون مسكن الألم بيصير فيه بعض الاضطراب اليوم فعشان هيك بعض الأشخاص بيشعروا بالألم أكثر من الأيام المعتادة أو بيكون معنى قدرة احتمال للألم وأيضا فيه هرمون ثاني اللي هو هرمون الميلاتونين اللي هو الهرمون اللي بيساعد على النوم عشان بهاي الفترة بيصير فيه نوع من أنواع الأرق أو الرغبة بالسهر أو قلة النوم أو الأحلام أو الأوهام أو الكوابيس بتكثر في هاي الفترة بالنسبة لهذا اليوم طبعا إحنا بدأنا بمراحل اكتمال القمر فعشان هيك العمليات الجراحية بهاي الفترة احنا ما بننصح فيها بشكل كبير دائما لأنه بيكون فيه ميوع بالدم وممكن يكون فيه نزف أو نتهرض لبعض الأمور اللي بتتعلق في هاي الأمور فعشان هيك الأشخاص اللي بأخدوا مميعا الدم هم اللي بدهم ينتبهوا كانت حمليات اضطرارية ما في أي مشكلة ولكن مش الأعضاء اللي ذكرناها أي أعضاء أخرى في الجسم هذا اليوم برضو ما زالت الفترة مناسبة لعملية التجميل مثل الحقن مثل الجراحة ما زالت الفترة هاي لا تصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي لآخر يوم يعني تقريبا إحنا بدأنا في مرحلة أنه بصير بطء حتى أنه صحيح فترة إيجابية ولكنها برضو بتكون بطيئة مش زي فترة نمو القمر في بدايته بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الحوت خلو المسار القادم رح يبدأ الساعة الثمانية وسبعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش من مساء يوم الخميس سمعة وعشرين تسعة ورح يستمر خلو المسار لغاية الساعة الثناش وسبعتاشر دقيقة بعد منتصف ليل الجمعة لا يستقر القمر بعديها في برج الحمل بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمر 13 يوم في تمام الساعة ثنتين وثلاثة وثلاثين دقيقة عصرا بصير 14 يوم نسبة الإضاءة 96% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذراء حتى يوم 23 تسعة منتحس بنسبة 10% القمر في الحوت حتى يوم 29 تسعة منتحس بنسبة 25% الآن في ساعات الظهر بصير منتحس بنسبة 40% أما في ساعات العصر بصير سعيد بنسبة 10% عطارت في العذراء حتى يوم 15 سعيد بنسبة 45% الزهرة في الأسد حتى يوم 19 سعيد بنسبة 25% المريخ في الميزان حتى يوم 12 عشر سعيد بنسبة 15% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31-12 منتحس بنسبة 50% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 14-11 منتحس بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 15% وبلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا القمر خلال سيق وصل بيت المتاعب بعد منتصف الليل مباشرة فتشعروا بالتعب بينال منكم تفقدوا رابطكم في إنجاز مشاغلكم أو إتمام بعض الأعمال أهم شيء تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل تخلدوا للراحة حاولوا تعملوا بشكل روتيني واضفوا هدوء الأجواء بشكل جيد لإعادة الحسابات التخلص من الأمور اللي ما بتفيدك بتتراجع نسبة الحضوض وممكن تواجه شخص بشكل استفزازي أهم شيء أنه اليوم ما تبدأ شيء جديد فترة مخيبة الأمال فيها بعض الضغط النفسي والصحي أيضا فعشان هيك راقب وضعك الصحي أيضا برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور طبعا بتنشطوا بين الأصدقاء اليوم بتجدوا نوع من أنواع التعاون ما بينكم وبين أصدقائكم ممكن اليوم تحققوا أمنية بمساعدة أحد الأشخاص أو شخص يكون داعم لكم أو تبحثوا عن واسطة أو شخص يحل لكم بعض المشاكل معنوياتكم مرتفعة وحظوظكم جيدة حاولوا أنكم تحترموا القوانين والموعيد ما تمطلوا حاولوا تتمموا كل شيء عززوا شعبيتكم تفرحوا مع الأصدقاء والأحبة وبتنجحوا في إنعاش العلاقات العامة الأجواء جيدة وداعمة بشكل قوي عشان هيك اليوم برضو لازم تستغلوا بشكل جيد برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهمش إنك تقدموا أفضل ما لديكم لاعلكوا إنك تحققوا إنجاز أو تحرز وتقدم مفاجئ ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منك إنك تكون على قدر المسئولية فترة فيها نوع من أنواع الصعوبة لأنه هذا بيت السمعة حاول قدر الإمكان أنك ما تتصرف أي تصرف تشوه في سمعتك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي لهم اتصالات كثيرة أو بينتظروا شيء من خارج البلاد أو لهم تعاملات مع الأجانب فاليوم بتنجحوا بالتواصل الخارجي بتنجحوا بالسفر والاتصالات البعيدة بترغبوا بالتفاهم مع أحبائكم أهم مش إنك ما ترتجل أعمالك اليوم ما تستخف بالواجبات الأضواء اليوم رح تكون مصلطة عليك بشكل مباشر بدك تكون جاهز لتحمل المسئولية هاي فترة مهمة جدا ممتازة لها تمام كل الأعمال المطلوبة منك الأجواء فيها برضو إشيء لعلاقة باهتمام بدراسة أو دورات أو تواصل مع الأحبة فيه أشياء إيجابية ولكن احذر بعض الزوايا السلبية برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة اليوم التركيز على الوضع المالي على القروض على المال على الميزانية عموال الزوج الزوجة المطالبات والحقوق الفرصة ممتازة للمكاسب اللي مصدرها شراكة شراكة مالية عاطفية برضو أو من تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب للكم ممكن تكون بحاجة لنوع من أنواع الاهتمام سار على تصطيحيح الأوضاع ممكن اليوم تظهر هيك نوع من أنواع الانفتاح الأكبر على رأي الآخرين ابتس على تصحيح مسار بعض الأمور حاول أنك تتكيف مع الأوضاع الراهنة وكون صبور وحاذر من التراجع الصحي برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بتتركز جهدكم نحو تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للتفاهم مع شراكاء العمل والعاطفة ولكن بتكون حاذروا المشاكل مع الشريك في العمل والحياة هاي فترة فيها هيك بعض الألغام أو من اعتبرها فترة شائكة فما تجازف حاول أنك تضبط عصابك ومشاعرك السلبية مزاجك متقلب فحاذر الكلام الجارح والصدامات والمواجهات ابتتمتع بطاقة كبيرة لكنها بحاجة لها الانضباط برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بيبدأ العمل بالتراكم لديكم فعشان هيك بتكوا تحاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم يعتبر هذا اليوم يوم مناسب لممارسة نشاط فني أو بدني شوي هيك ممكن تهتم لتواصل مع الأحبة أو مع الزملاء ممكن تشتكي من الإرهاق بسبب كثرة الضغوط بتحتاج لنصيحة من أحد الأشخاص فحاول إذا عندك مسألة مأرقيتك إنك تستشير باكر لعملك لأن المسؤوليات كثيرة وطارئة في هذه الفترة ابدأ بالأولويات ما تخلي الأعمال تتراكم عندك بشكل كبير برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتجتازه بصورة عامة يوم إيجابي بيبعث على البهجة والإنشراح اليوم من الأيام الرائعة جدا بوسعكم ممارسة نشاط فني أو هواية أو موضوع أدبي أو مثلا تجميلي حتى وبتعيشوا أجمل اللحظات خلال هذا اليوم ممكن تحققوا أمني أو تصيب هدف معين بتسعالوا بيطمئن بالك وبتفرح لعلاقة جديدة أو لمصالحة أو لتسوية بتتمتعوا بشخصية جذابة حاول أنك توظفها لتحسين وضعك برضو ممكن يكون لك نوع من أنواع التعامل مع الأحبة أو مع أحد الأبناء برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس طبعا اليوم التركيز كله رح يكون على البيت وعلى العائلة فعشان هيك بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية هيك ممكن تتوتر بعض الأمور العائلية أو تظهر بعض المسائل اللي تلفت انتباهك اليوم ممكن تكون عطال ممكن مشكلة عائلية ممكن يكون بعض الاهتمام بأمور طارئة فعشان هيك بدك تحاذر من ردات الفعل ومن المشاكل العائلية لأنها معاني شوي معاكسة هاي فترة مناسبة للأمور اللي إلها علاقة بالعقارات بيع استهجار ترتيب ديكور للانطلاق في ورش مثلا ترميم أو تاهيل منزل برج الجدي بالنسبة لما وليد برج الجدي طبعا يعتبر هذا اليوم من الأيام المناسبة جدا اللي إلها علاقة بالنشاط اليوم عندك نشاط عالي جدا وقدرة عالية جدا بالاتصالات والتنقلات والإقناع والتواصل مع الغير هذا اليوم مناسب للقيام بنزهة قصيرة وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع الإخوي مع الجيران هاي فترة مهمة للتواصل مع المجتمع لإسمع صوتك لتقديم الامتحانات أو للترويج لسلعة لأنه عندك قدرة على الإقناع ممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك بمجال معين أو بمناسبة معينة أو بفعالية كبيرة أو تقوم باتصالات واسعة تسفر عن اتفاق أو مصالحة منك أشخاص ممكن يتم بموضوع بيتعلق بالسيارات أو بالإلكترونيات برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا الفترة هاي بتركز على المال بما أن القمر صار في البيت الثاني فممكن اليوم تهتموا بأموال من عمل إضافي أو مستردات هبات أو تحصلوا على مبلغ من المال بيدخل تحسين على ميزانيتكم منكم أشخاص زي ما حكينا ممكن يحصل على هدية أو على جائزة أو على تكريم أهمش إنك ما تغامر بأموالك هاي فترة حذرة ماليا ومعنويا فما تتسرع باتخاذ قرارات حاسمة أنت بحاجة في هاي الفترة لكل الدعم أو لكل التعارف أو للتضامن فعشان يك بدك تركز بشكل جيد لحل بعض المسائل المالية اليوم ركز على هاي النقطة أكثر ما تركز على المصاريف أكثر برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم يعتبر من الأيام الإيجابية رح تبدأوا فيها بعد منتصف الليل فترة بتعيدلكم نشاطكم اللي فقدتوه في الأيام الماضية بوزعكم المبادرة بخطوة جديدة بتحود عليكم بالنفع بتستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع أو خطة جديدة اليوم يعني بمرخص يمتلك أنت الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق برضو ممكن يتسرب لك خبر اليوم هيك يسعدك فحاول قدر الإمكانك تكون جاهز على المستوى العاطفي أو تعزيز العلاقة مع الأحبة ممتاز لأنه اليوم طاقتك مرغوبة بالنسبة للجنس الآخر ملفت للانتباه إليك مزايا معينة فحاول تهتم بنفسك أكثر اليوم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء اشتركوا في القناة